السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة نرحب بكم كامل وقولكم السلخير عليكم قولكم أهلا وسهلا بكم نوورتوا القناة نرحب بالمشتركات تتاعي كامل سواء من داخل الوطن ولا خارج الوطن قولكم توحشتكم بزاف بزاف غبت عليكم وراني رجعت كيما قلت لكم ديك الخطر عراني لاتية شوية هكذا يا مع العرس كامل إن شاء الله اليامت الجيين يفوت هكذا يا العرس بصحة ولهنا ونرجع ما نقول لك شي ما كنت زمان زمان ونرجع هكذا يا نطلع عليكم يالو كان هكذا يا في الوقت حبيت نتقاسم معاكم هكذا يا اليومية تتاعي حبيت ننقلكم هكذا يا شوية الأجواء تاع العرس إن شاء الله منا ما يلحق العرس تانيت حنزيد ننقلكم تانيت الأجواء هنا شغل وجد هكذا يا وجد مرواكي ممضاريا دايما مدى بيا هكذا يا شغل في الليل كل حاجة نسحقها هكذا يا نوجدها باش هكذا صباح كي تنود بنتي يعني تصيب كل حاجة في بلاستها تلبس هكذا يا برك وتروح باش ننطع لقانا لهذاك الشغل لي ما يخلاش كامل المهم نبدو هدك نهار تعنب هديك القهيوة كما العادة كامل كي نشربو هديك القهيوة ننفط نو شوية نقدر ننخدمو شغالاتنا دارت حوي جاتي في الماشينا نفوت فيهم همالولانين قبل ما يروح المو يلعبها لي ويقعدو هكذاك وتانيت نبروفيتي في هديك سخانة معاصلة هكذا هي صلة الدهر هدانها اللي نكون في الدار نحكم هدوك الحوايجون طويهم كامل كما العادة اللي تترقع تترقع ولي تتحدد تتحدد وهكذا هي يتخبه وداخل الخزانة كل حاجة في بلاستها نحب كنا نروح نجبد هديك الحاجة ونصيبها واجدة وهنا يا حبي تندير شوية روز بالمريقة بشوية تعزرودية وشوية تعالجج هاد الوصفة يعني الأقديمة من الزمن الجميل تقدروا تحطوا هنا يا حميسة تقدروا تحطوا جلبانة يعني هاد الوصفة لاني شاركتكم بيها شحال من المالة في القناة تكتبوا روز بالمرقة بنت القصبة حيخرج لكم تقدروا تزيدوا هكذا يحتح بيبات ستاع الزيتون سوائي فيلي ولا هادك الزيتون لاخدار العادي المهم ده شيئة على البصل شيئة ملح شيئة في الفلكحل شيئة في الفل عكري وشتانيت وشيئة على الحار قليتهم هكذا يبطبع وشغل مرقتهم وخليتهم يطيبوا باش نجوز نغلي هاد الوصفة شوية تعالما والملح من بعدها نعود دنفوره هنا يا خياتي حبيت نشارك معاكم واحد روبو 34 فونكسيون بزف بزف هاي لصدقوني يا خياتي من أروع ما يكون يعني روبو كيما هاد الوصفة كي ترحي فيه اللوز حيرحيهولك بلا ما يعد جنو لا رحيتي الكوكو حيرحيه بلا ما يعد جنو يعني احنا كام يقياس نقيسوا هادك الأشوار لي رحينا اللوز والكوكو باش نعارفو بللي هاد الروبو مليح ما لبصل كامل لأشواخ حيرحي والبصل عندنا هنا يا خياتي هادية صغيرة لي ترحي القهوة ولا ترحي لزي بيس عندنا البلندر هادك الليم اللي هيك نقدر نديله فيه البغرين نقدر نديله فيه الموسكوتشو عندنا هاد الأشوار اللي المادة اللي مصنوع منها بزف بزف شبه وتبريه هاك دايا تقول يا راهي كريستال شوفوا هاد صغيرة نرحو فيها هاك دايا قهوة نرحو فيها توابل هاد البلندر حبيته عصائر يعني اللي حبيته هراه رايحي يرحي تانيت الحجم التاعو الله يبارك شكل تاعو مميز عندنا هادا يا الباطر يعني من هادك البلندر هنستعملو شحال من حاجة فيه عندنا هاده اللي تقطع بطاطا عندنا ليد سكرفج وعندنا هاد الموس الله يبارك شحال خاطع شوفوا كفاش قطع لي يدي شديدوا يعني بلا ما انتبهت هاك دايا تلمون الله يبارك ماضي راهو هاك دا وخذلي صبعي خذيتوا اللي قطع للمباشر شوفوا هنا خياتي كما قلوا القطع اللي راهو فيه كامل في حتى هاد العسارة اللي راهو جايغل هاك دايا موسي متاع الحمضية تحطوها هاك دايا من فوق فوق هادك الطاس هادك ولا هادك الروبو راهو رايح يرحي لكم بكل سهولة عندنا تانية هاد دوس باتشو هادو ما اللي راكوا تشوفوا فيهم يعني تحلقوا بيهم ولا تخلطوا بيهم يعني ممتاز لخدمة تاعو هايلا ومشي هاك دا برك العشرة الاوائل يعني العشرة اللي دمونداو هاد البلندر ما رايحين يتحصلوا سواء على هاد سكرية ولا هدايا وحد اخرين يعني كل واحد وش راهي رايحة اتصحلوا هادية هاد السكرية اللي جاية هاك دا بضغي بزاف بزاف شابا يعني كلاس وفيها هاك دا يا لغطيوات تتعلق من الفوق هاد الهدايا ولا هاد الهدية راهي مقدمة من عند لك زادة الجيغي وتانية البلندر هدايا ولا هاد الاشواغ ولا هاد الروبو ماشي اشواغ عفوان هاد الروبو راهو متوفر عند لك زادة الجيغي السعر تاعو مليون وربعمية وتسعين الف وزيد بزيادة لهو التوصيل مجاني لغاية باب المنزل هنا حبي تنديلكم هاك دا يا شوية كوكا وراهو بقشورو شوفو خياتي كيفاش يرحيه كما قلت لكم مقبل المقياس دايما باش نعرفو هاد الروبو التانى يرحي مليح نرحي فيه سواء هاك دا يا لوز ولا كوكا الحاجة تعال مكسرات شوفو خياتي كيفاش الزرب عدورة وحدة جاكي مراكو تشوفو فيه متعد جن موالو نتيجة راهي قدامكم نحب دايما نوريلكم الحاجة المليحة اللي كتحبو تقتانيوها يعني ما تروحش في الاخسارة هنا خياتي عندو لغاونتي كيما العادة والعوايد دايما لكازادار جيغي يعني هي اللي تتكفل بأي عطل حك دايا في الحاجة اللي تشروها عندهم سيرويس أبخي فانت ها ما رايحيني ريكيبيريو هاديك الحاجة وحاجة بينها ها ما رايحيني يخدموها ولا يبدلوها لكم وحدة وخرى نكملين خياتي في الفقرات ستاع الفيديو التاعنا ودوكاتيك نجوزو نديرو هادا يا صابلي تاع سنيوة اللي يجي بزاف بزاف بنين شوفو خياتي في غي سيبيون حطيت قريسة تاع الملح زدت لهم ثلاث أحبيبات تاع البيض عندي هنا يا باكي تاع فلون الدوق تاع فراولة وزن خمسين جرام عندي هنا يا كاس ناقص منو أندوات تاع السكر البني اللي ما عندهاش ندير السكر العادي اللي نشربو به قهيوة هاكده هي بالفوي لباطور لوالو نخلطوهم حتى ينساجمو كامل هادوك المكونات عندي هنا يا مع هادوك الخط تاع هاد الكاس نعمروه زيت ونفرغوها مع هادوك المكونات عندي هنا كلت مغارف تاع هادوك الكوكا واللي كنت رحيتهم حبيتوا كوكا وحبيتوا لوز حبيتوا نوات كوكو أي مكسرات تقدروا ديروهم الداخل هاكده نزيد نخلط شوية حتى ينساجمو عندي باكي ونص تاع خميرة كيميائية هادو هم المكونات كامل اللي راني مسحقتهم الصابلي بدوق الشوكولة يجي بزف بزف بنين شوفوا هنا يا نبدأ نحط الفارينة يعني ما نكترش نبدأ ندير بشوية حتى تتجمع لهديك يعني العجينة التاعي بلا ما ندلكها وبلا ما نكتر لها تانيت كمية كبيرة تعالفارينة بش ما يجينيش هادك الصابلي شغل هكده يا يابس اللون تاعه يجي مميز والدوق تاعه صدقوني يجي من أروع ما يكون خديد هنا يا هدسني والحجم التاحها صغير ماشي حجم كبير بزف وناخد هاد العجينة ونبسطها لداخل كامل يعني ايجي هكده يا شغل ما تجيش رقيقة بزف مع زيت تتنفخ حننولو في هادك كما قولو الارتفاع المناسب هاد سني ويلة مخفتش نقدف فيها بقيل عشرين على تمنتاش هاده هو المقاس ديالها هكده يا بسطها مليح سخمت الفرن على درجة حرارة 180 نخليها تاخد هادك اللون الدهابي باش ننحيها احنا ياخديت اوبتيلا بدوق الحليب هدي هي اللي حندير بها القلاساش تعصاب لي سني واتعنا خديت هاد العلبة تع الشوكولة كامل نفتتها سواء تقسموها هكده يا بلموس ولا تديروها هكده يا شغل وحيدات وتخلوها شغل الدوب على حمام مائي تزيدو لها شوية تعزيت تخلطوها كامل وهي سخونة نفرغوها فوق هادك الوجه تعصاب لي ونسيه ونسوي بها كامل حتى هكده يا تاخد كما قلو هادك الشكل الاملس جزد من فوق درت لها هكده يا شوية تعالك وقدروا مكسرة اللي عندكم زيت لها هاد الورق الورد المجفف عفوا وهكده يا نجوز نقطحها باش نشوفوها الداخل خياتي كيفاش تجي يعني درت أنا ثلاثة بيضات والله يبارك هاي شغل فامليال قطعت كمية لباس عليها تقطعوهم هناك ما تحبوه حبيتوا مربع حبيتوا مقروطة لا فوق من لها كو حبينها شوفوا الداخل كيفاش تجي تشي الطرية وتجي بزف بزف بنينة وحتى الأبتيلة ماشي هادك اللي تنشف وتقعد هكده يا شغل لا قاسحة ولا يبسة تقعد هكده يا شغل طرية الدوق تاعو ولي حتى حراهي من أربع ما يكن وهنا يا خياتي نجوزو نشوفو قبل هاد البقالة بسم الله بديت وعلى نبي صليت وليك يا اختناوال هاد البقالة نويت أصلك أصلك وما ينفع غير الصح مولات النية الصافية عليها ربي يفتح طول ولا تقصر يجيها الساد والربح راح لي هديك البقالة راني شوية سيئ نفكر قبل نقول هالهودا لا يعطيك الصحة حبيت نشارك معكم خياتي هاد النحاس اللي من أروع ما يكون هاد النحاس راهو صنح جزائري مئة بالمئة ونحاس مئة بالمئة شوفو خياتي شحال شباب وشحال حطة وشحال كلاس هذا اللي راكوا تشوفو فيه شغل طويجن هكده يا كامل شغل متقوب الله يبارك يعني يصلح جحامل حاجة تقدروا تديروا فيه تراز تقدروا تقدموا فيه هكده يا شغل حلوة يعني هده له حجم الله يبارك ما لهوش هكده يا صغير وعندنا هده يا شغل ميني محبس تح فاخياتي المحبس له معروف يعني من التقاليد الجزائرية معروف العروسة تدي فيها كما قولوا المقروط كي يليده للحمام يعني يصلح الحاجات بزاف بزاف هده يا صغير نقدروا نحطه فيه شغل الحبيبات تاع المقروط هكده فوق الطابلة يجي بزاف بزاف شباب ويجي كلاس عندي هاد البخارة تانيت هدية تاع الهند هدية ماشي مصنوعة في الزاير تانيت مخدومة ما شاء الله ويعني عندهم منتوجات مخدومين هنا كيما قد لكم ومنتوجات يعني مستولدة من الهند من أروع ما يكون زوروا صفحة تاع خيبتون ديكو في الانستغرام ولا في الفيسبوك كوريحين تلقوا أشكال بزاف وليموديل بزاف وتانيت تقدروا تطلبوا هدى المنتوجات ولا وحد أخرين من امرو التليفون اللي راهو خارج لكم على الشاشة وتانيت خياتي تقدروا تزوروا صفحات التحوم تانيت هم رايحين يجاوبوكم على الانشغالات التاعكم عندهم حاجات بزاف بزاف يعني وشكيحات ولي وشكيحات خلي هكده يا راهو جايك مقروب الصحة ولهنا شهر رمضان المبارك وتانيت تقدروا تقتني والحاجات اللي راكو حابينهم عندهم طوابل عندهم شوفوا المحبس هدك وحابين تق بهدوك الحبيبات بتاع المقروط كيما قلت لكم كينين حاجات بزاف بزاف اوغيجينال يعني وكيما قلت لكم مقبل منحاس 100% وصنع جزائري 100% الأشكال توعا نحنا وكين كيما قلت لكم حاجات مستورادين يعني حتى السعر التحوم مناسب صراحة يعني بغا بغل الجودة هذي اللي را نشوفوا فيها سعر التحوم بزاف را هو مناسب كيما قلت لكم أي حاجة راكو حابينها تطلبوها من الصفحة ولم نمغوا التليفون اللي را هو خارج لكم على الشاشة شوفوا هنا يا كين المحاس الفضي وعندنا ثانية الدهبي ثانية أدوى كل واحده يحب كين سنيوات في الكاري يعني حتى سنيوات كين من الحجم الصغير للحجم الكبير طاجين كيما اللي وريت لكم كين في الحجم الصغير وكين في الحجم الكبير يعني لموديل بزاف وحتى هاد ديزاين بزاف لزافتو فاشوفوا هادك طاجين كيف شفيه التراز يعني تقديري حتى تتحني فيها هكذا العروسة رايحة تدري فيه كامل هادوك الدوزة لداخل وحاجة بينها تحني فيه العروسة بصحة ولهنا هنا يحبي تنقل الكنزة بيبتي جابت لي هاد الباتيسيرين قلها يعطيك ألف صحاب هادك النهار كان عيد ميلادي وجات عندي للصالون وجابت لي هاد قلها بارك الله فيك ويعطيك ألف صحاب ان شاء الله ربي يطيلك حق في الدنيا وفي الآخرة أمين يا رب العالمين هنا أخياتي الجسل دا قطعتها ولداخل بزاف بزاف بنينا هكذا مشربة هادوك هادوك الطباقات بزاف مشربين والدوك شوفوا لداخل هادوك الطباقات كيفاش جايين معسلين ومشربين صراحة شكلها رهو شاهي أنا نقلها الكنزة اللي يطيلك ألف صحاب مرة وحد وخرة وربي يحفظك أختي العزيزة هنا يا أخياتي مكملين في الفقرات تاع الفيديو التاعنا جزد درت حاجة خفي فضريف اللعشة يعني سعفو نشويا الفيديو تاعليو مرة كامل هارج بسكو مرانيش وحدير الله يبارك هكذا الغاشي لفامي رهي هكذا في الدار تعرفوا المناسبات يحب هدك يحب الغاشي ويحب اللمه بدأت هكذا لفامي بخوش هكذا تكون قريبة إن شاء الله يجوز لنا بصحة هنا وهنا أخياتي حبي تنوري لكم يعني هكذا جبيبات في العرس نسحقوش من جباب وهنا عندي هاد الجباب اللي من أرواح ما يكون لقماش تحخياتي بزف بزف حلو وجاي هكذا يمهدو والوطاي يحكين قولكم واحد لقماش تحفا وتانية الجباب ممتازة فيها تانية زوج ألوان دوك نزيد نوري لكم المودال والألوان تاع الجباب اللي كاينين هاد الجباب تخدمها كنز الكنوز اللي تخدم هاد هاد الجباب عندها هاد النوع عندها أنواع وحد أخرين اللي راه مهتمة عروس راه يتجهز وحد عندها مناسبة راه حيرة وش تلبس المهم راني رايح نوري لكم شغل الاخترا رام هنا يام البوسين خياتي راني وريد هم لكم اختاروا الجباب اللي تخيط غير الحاجة اللي تخدم ها هي يعني مش تدير لها قماش وتخيط بس عندها كوليكسيون تاح هي اللي تخدم ها كما نقول وتبيح هاد يعني باش الاخوات نوضح لهم الفكرة هادي كنز الكنوز المبديعة يعني يعطيها الف صحة كل مرة تدير كوليكسيون تختار فيها هاد انواع تعل بخيمي بسف بسف شباب وملبوسين صدقوني خياتي تحفة هادية كانت عندي واحدة بالغوص تشفو عليها وهكذا كان الحمر قعد في خاطري قلت لازم شغل نلبسها هكذا في الحمر كن قلكم هادي ملبوسة تخرج تحفة على هكذا الكوغ هاد اللجغ تاع الجباب اللي جين هكذا شاف سوري ولا بابيون ولا ما يبانوش حتى يكونوا هكذا يملبوسين باش يعطو هاديك لفارلو يختح هاديك الجباب ولا تبان فوق الجسم تاع الانسان خير وخير عمال مهم اخترت شحامل جباب هكذا باش نجوز بهم هكذا العرس صحا ولهن اللي راه هي مهتمة واللي يعجبوها هاد الجباب اللي راكم حبينها هاي لك صفحة تحت على الفيسبوك تحت الانستغام نميغو التليفون وهكذا خياتي اكو رايحين تطلبوا الوحدة ولا الجباب اللي عجبتكم شوفوا هادا القالون ولا هاد سفيفة كابل اللي راكم تشوفوا فيها من ارواح ما يكون هنا يا خياتي نكملوا الفقرات تحت الفيديو يوتيوب اكتبوا كنافة في الاكواب ولا اكواب الكنافة بنت القصبة حتخرج لكم الوصفة بالتفصيل الى هاد العقل بتاعي منسى شهر هو رايح يحط لكم في اول تعليق ولا في تعليق متبات هكذا الوصفة هكذا تدخلو وتديروها صدقوني من اروع ما يكون هاد اللي بجي بالقطايف و جي هكذا بالكريمة جي بزف بزف خفيفة وتانيت السكر التحى يعني معتدل للناس اللي ما تحبش هذك التحليات ليكونوا بزف بزف حلوين يعني راحي كينا حتى القناة التاعي التانية مطبخ ناول كويز فاصيل تصيبوها كده وصفات وحدهم بلا روتين تقدروا شغل تشوفوا الوصفة اللي راكوا حابينها وطبقوها يعني بلا ما تشوفوها كده الروتين كامل مد كامل على بالي كين أخوات بزف ميحبوش يشوفوها كده الروتين الطوال المهم هنا خياتي مكملين في الفقرات التعناء ودوكاتي كنجوزو نشوفو هده الباطوغ تعمل سمارت صراحة هذا كان عندي من مدة طويلة ناس بزف تقولي ينا والباطوغ يطلع مليحو كامل حبيت نوري لكم هد الباطوغ اللي كان عندي الماركة تعمل سمارت للناس اللي راه يحب باطوغ كين خياتي هده باطوغ بالبول اللي را كنتشوفو فيه الماركة تعمل سمارت الانوكس ممتاز كين قول لكم ممتاز ممتاز كين الباطوغ هده بالبول وكين الباطوغ وحده مشوفو هده الباطوغ يدور من الحاجة اللي يخلي هده الموسكو تجد يعني كيتخلط يتنفخ بسكو هده الباطوغ راه يوزع على كامل الطرف تاع هده البول البول من الانوكس سعر تاع وخياتي 750 هده الباطوغ بالبول وجب لأربي كين هده الباطوغ بالبول دياله متوفرين عند لك حاجة بينه لدائما تقتني المنتوجات التاحة بعناية فائقة يعني باش تشري منتوج هي حتى دير عليها هكذا يغوش وشو تعرف الجودة تاع وباش تقتنيه وتقدموها هكذا للزابون ونتانيت حاجة بينه لازم نشوف هذه الحاجة المليحة باش نوريها للمتتبعات التاعي أقارونتي التاع ورهي ساز مواخياتي السعر تاع كما قلت سبعمية وخمسين ألف نمي يغوط على كذا درجي غيره وخارجي لكم على الشاشة هكذا تطلبوه يوصلوه لكم غاية باب المنزل وحاجة بين الدفع له رايح يكون عند الاستيلام هنا يمكن تشوف الكبش بالصحة ولهن تاع العرس هذا كبش العروسة إن شاء الله بالبارك عليها هنا يامار تلوس يدير له فال هذك الكبش الحنة هذك الكبش يعني لازم قبل ما يخرج نحني ويلو بين العادات كبش تعال عروسة ما يروح شاكدك حتى تالعه يعني والفنا كين ديرو لوليداتنا هذك الكبش دايما لازم ديرو شوية على الحنة صلاة لنبي الكبش الله يبارك وهي يديرو في الحنة مرتلوسي وهو يكل في هذك الحنة هذك داري كامل قاعدين شغلي يدورو به ومرو لازم تتحني مع هذك الكبش هي صغيرة في الدار إن شاء الله ربي يحفظها وإن شاء الله كما نقوله ربي يجعلها من الصالحات وتانيت هكذا يشغل لقاعدنا قصرنا شوية طبلنا شوية زهينا شوية ونحينا على خاطرنا ربي دهم علينا الفرح وعليكم إن شاء الله إن شاء الله ربي يطيها ربي يحققها لها رحمة ربي واسحة ما نعرف وهذاك الفرج فيقتش يكون بين دقيقة واختها ربي يبدل الساعة بالخير وكل إنسان ينال كما نقوله نصيب دياله وينال الحاجة اللي يراه وحبها إن شاء الله ربي يحقق الأماني الكامل الناس أمين يا رب العالمين هكذا رحنا اللحشة تعالعروسة رحنا يعني هكذا ما رحنا شغل شغل هكذا الكلب خوش نقلت لكم هكذا يا شغل لقطة خفاف دراف برك هكذا كيكوننا رايحين في الطريق حتى كيوصلنا هكذا شوية المهم خياتي في الفيديو اللي جاي لكنا من الحي إن شاء الله أني رايحا نشارككم يعني هكذا يا لقطة نشارككم وش البست وش دلنا شوية شوية المهم اللي قدرت نسو برورا يا رايحا نشارك به اللي ما قدرت الله غالب المهم منا لدك النهار خياتي نقول لكم القصرة بتاعكم عزيزة والقاعدة معاكم ما تنشباش ودكا خياتي نقول لكم سنوني في فيديو جديد بحول الله دكاتي مع الياغ نقول لكم تهلا في روحكم تهلا في صحتكم تبقى وعلا اشتركوا في القناة